اهلا بكم مشاهدين اينما كنتم في حلقة جديدة من حال السياسة الاحداث الاخيرة التي شهدتها مدينة بيت الأحم يوم الجمعة الماضي بالاعتداء على احد الفتية من قبل بعض عناصر الاجهزة الامنية خلال التظاهرات التي شهدتها المدينة كان لها ارتدادات على كافة المستويات ان كان على صعيد الشارع الفلسطيني الذي اثيرت حفظته جراء هذا الاعتداء او على صعيد المؤسسة الامنية التي اعتبرت ان هذا العمل هو عمل فردي وجاهل ولا يمثل الاجهزة الامنية اضافة الى ذلك فان لجنة تحقيق شرعت بالتحقيق بهذه الحادثة حادثة الاعتداء والتي طلبت بها وزارة الداخلية اولى مجريات التحقيق والتي خرجت هذا اليوم ببيان من قيادة قوات الامن الوطني والتي اعفت عدد من الضباط والمسؤولين وامرت بسجن اخرين اتهمتهم بالعلاقة بهذا الاعتداء سنناقش كل مجريات هذا الموضوع وما يرتبط به من تطورات في هذه الحلقة الجديدة من حال السياسة نستضيف في الاستوديو اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم الاجهزة الامنية او المؤسسة الامنية بالاحرى ارحب بك معنا لواء عدنان اهلا وسهلا بكم بالطبع نريد البداية ان نقف عند التحقيق الذي يجري في هذه الحادثة المخرجات الاولى قد خرجت في بيان لقيادة قوات الامن الوطني نريد توضيح منك حول طبيعة ما جاء من هذا البيان من قرارات لو سمحت يعني بداية الامن الفلسطيني مجرب سابقا والقضية ليست جديدة بانه لا يسمح تحت اي ظرف من الظروف بالتعدي على المواطنين وانتهاك حرياتهم وسلسلة العقوبات التي تنشر سنويا ضد اي ضابط او فرد يخترك القانون هي معروفة وتنشر كل سنة في التقرير السنوي لكن بدون اسماء وما في ولا اي دولة في العالم تنشر اسماء الضباط عندما يعاقبوا الا عندنا لانه هذا ممكن ان يمس بمعنوياتهم خصوصا اذا لم تكن العقوبة بالطرد والاحالة ولا احد تحدث ولو لمرة واحدة عن الظرف او الظروف التي يضع بها شباب الامن اللي هم ابناء البلد وجزء اصيل من النضال الوطني الفلسطيني بتاريخه في البلد هذا الظرف الذي يضع فيه هؤلاء الشباب ليس مبررا لمخالفة القانون ومخالفة التعليمات الواضحة من الكيادة السياسية ومن الكيادة الامنية بالالتزام بالقانون في قضايا الامن وفي الاجراءات التي يتخذها الامن ومن اليوم الاول كانت لدينا الشجاعة الكافية ان نقف وليست المرة الاولى التي نقف فيها لنقول هنا خطأ يجب تصحيحه وقفنا وقلنا هذا غير مقبول هذا مرفوض هذا مدان هذا تعدي واستعمال مفرط لا القوى نعم ولم نتساهل مع هذا الموضوع اطلاقا ليس تجاوبا مع ضغط ولكن هذه عقيدتنا التي نتعامل بها مع شعبنا باننا نحن الذين نأتي بالشعب الفلسطيني في قوات الامن الوطني الى التعايش مع الصحفيين الى التعايش مع طلاب الجامعات هذا الامن الفلسطيني هو جزء اصيل من المنظومة الاجتماعية الاخلاقية الوطنية الانسانية الفلسطينية واتخلت الاجراءات الان منها اجراءات داخلية داخل الامن الوطني وهي ما اعلنه قائد الأمن الوطني السيد لواء نضال أبد الخان ومن اللحظة الأولى والآن القضية الأخرى أنها كل القضية برمتها موجودة الآن أمام النيابة العامة العسكرية وأمام القضاء العسكري والقضاء العسكري هو الذي سيبت في المواضيع إذن هذه تعتبر التوصيات؟ لا 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 هي عقوبات داخلية ضمن صلاحيات التي يمنحها القانون هذه الصلاحيات لقائد قوات الأمن الوطني باتخاذ إجراءات عقابية في حدود محددة ضد كل من يخالف القوانين وهي ليست جزءا من المحكمة العسكرية والنيابة العسكرية التي هي الآن تحقق أيضا في هذا الموضوع تحقيقا جزائيا في هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات وإصدار الأحكام وسنترك للمحكمة ولا نتدخل هذه محكمة وهذا قضاء سنترك له ونثق به بأن يكون عادلا مع الناس ومع إخواننا الضباط والأفراد أيضا ونحن ليس لدينا ما نخفيه وليس لدينا ما نخافه المخطئ سنكون له مخطئ بعينك هذا موضوع لا نخجل منه لسنا كما غيرنا ممن يطبطب على من قتل وعلى من شل وعلى من كسر الصرفات الآلية واعتداء على البنوك ولسنا مع من يحاولوا أن يتسطروا بدين من أجل أن يلغوا عقوبات ضد ناس قتلت نعم نحن لسنا هكذا والتاريخ تاريخنا يقول بذلك واللي بده يعرف أنه هاي القضية ليست جديدة علينا اتخاذ إجراءات لكن أخذت بعد في الرأي العام كان لابد من إعلان إجراءات لأن الرأي العام أيضا ينتظر ذلك هاي إجراءاتنا الأولية وهي إجراءات انضباطية وهي إجراءات داخلية عقابية من صلاحيات قائد القوات اتخذها بقي لدينا المحكمة العسكرية التي ستبت قطعيا في هذا الموضوع نعم طيب يعني أنت ترى أنه حسب المخرجات الأولية من هذا البيان وما جاء به من قرارات هل هذا أيضا يمهد إلى قرارات أخرى إضافة إلى الأشهزة الأمنية الأخرى وخاصة أنه كان عناصر عدعا الأمن الوطني يعني أنا سألت الشرطة هما كان الموضوع يتعلق بالشرطة والأمن الوطني بالشرطة الخاصة والأمن الوطني الشرطة الموضوعي الآن أمام القضاء معروضا أمام القضاء والإجراءات القضائية والعقوبة القضائية التي سيصدرها القضاء بالتأكيد هي ملزمة لكيادة الشرطة وملزمة لنا جميعا الآن هذا الموضوع وممكن أن يكون إجراءات تأديبية داخلية تخذت لا أعرف حتى الآن القليلة في هذا الموضوع الموضوع الآخر يعني بعض الناس بتعتقد أن تمر عليه مرة الكرام أنا أريد هنا يعني بكل محبة وبكل شفافية أن أخاطب أبناء شعبنا وخصوصا السياسيين منهم أن الأمن لا يصنع سياسة الأمن ينفذ سياسة الأمن لا يشرع قانون الأمن ينفذ قانون ما نفذه أبناءكم تاريخيا من مهمات أوكلت لهم هم لم يصنعوا سياسة ولكنهم نفذوا تعليمات المستوى السياسي من قيادات أحساب من قيادات أحساب وهذا الهجوم لا 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 أنا بحكيش ما تم من اعتداء أو من أخطاء يتحمل مسؤوليتها من قام بالخطأ وليس الهجوم على الأمن الفلسطيني واتهامه بالتعميم لا نقول أن هذا عمل فردي كما قلنا نحن ولا يتحمل وزره لا القيادة السياسية ولا القيادة الأمنية العمل فردي تتحمل وزره لكن أن يشن هذا الهجوم الظالم على الأمن الفلسطيني ومن قبل بعض القيادات والأحزاب الفلسطينية أعتقد أن في ذلك ظلم وإجحاف واللي بيعتقد أنه تشويه صورة الأمن وإضعافه في المجتمع راح يساعده أنا بقول له أنت غلطان هذه مقدمة الهجوم على الأمن وتشويه صورته وإضعافه في الرأي العام هذه مقدمة للفوضى ومقدمة للفلتان وأنتم كمن ينتحر ويذبح نفسه بإيده هؤلاء أبنائكم اللي دائما تطلبوهم وقت الحاجة وتجدوهم لا تتعاملوا بالتعميم تعاملوا بالتخصيص أن الخطأ الذي حصل أولا هو ليس اكتجاه أو ليس سياسة أو ليس توجه لا لدى المستوى السياسي ولا لدى المستوى الأمني ما حصل من خطأه هو خطأ فردي يتحمل مسئوليته من قام به ومن خالف القانون والتعليمات هذا باختصار أما أن تسحب الأمور بطريقة من يصفنا بالجستابو هذا باعتقاد مجافل الحقائق وعيب ويفتح المجال أمام الردح الذي تقوم به حماس وغيرها أيضا من أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ضد الأمن الفلسطيني والتعميم على الأمن الفلسطيني رغم أن الأمن الفلسطيني هو من يحمي كل الوطن وهو ليس تابعا لحزبا ولا تابعا لفئة هذا أمن كل الفلسطينيين والموجودين فيه مشجايين من المريخ أبناءكم المناضلين اللي عاشوا الأسر واللي منهم الشهيد لما طلب منهم أن يكونوا في المقدمة سنة 2002 بقرار سياسي كانوا في المقدمة في قرار سياسي ولما يطلب منهم اليوم أن يكونوا في المقدمة ما يجبوا إذا سمحت ما يجبوا إنا سيرة يقولون الله فيه تنسيق أمني تنسيق الأمني قرار سياسي ينفذ الجهة الأمنية يتفضلوا سيادتهم في اللجنة التنفيذية وفي اللجنة المركزية يمنعوه نحن ننفذ تعليماتهم في القيادة الفلسطينية يتفضلوا يتخذوا القرار الأمن الفلسطيني لا يتخذ قرارات سياسية الأمن الفلسطيني ينفذ قرارات سياسية فيما يتعلق بهذا البيان اليوم وأنت ذكرت أنه لأول مرة تحصل فيها نشر للأسماء في هذه البيانات ما تحفظك على ذلك وباعتقادك ألا يشكل هذا بالنسبة للمواطن بأن يكون هناك فيه إجراءات تتخذ عقوبات ويتم الإعلان عنها كما وعد الشارع الفلسطيني هي وسيلة لإعادة الثقة وتبيان أن القانون هو فوق الجميع وينفذ الشارع الفلسطيني أمام أي اعتداء أو تجاوز أختنا العزيزة هذا ليس جديد علينا كنت لك طول السنوات الماضية واللي بروح يشوف الملف عند النيابة العسكرية وهو مفتوح ليرى كم من العقوبات تنزل بأفراد وضباط يخالف القانون أو يتعد على القانون أو يعتد على حرية وكرامة مواطن هذا ليس جديدا علينا لكن كل هالزوبة التي أثيرت وكل هذا المبالغة بالذي أثير هو محاولة تشكيك في الأمن الفلسطيني استغلوها خصوم الشعب الفلسطيني وخصوم الشرعية الفلسطينية وخصوم المستوى السياسي الفلسطيني وخصوم الذين يريدون أن يروا في فلسطين في الضفة الغربية خصوصا في المحافظات الشمالية يريدون أن يروا فوضى ويريدون أن يروا فلتان وأنا هنا أقدر عاليا كل الانتقادات التي وصلتنا عبر صفحات الفيسبوك انتقادات مسؤولة وحرصا على الوضع الفلسطيني وعلى الحريات حرصا على القانون الفلسطيني أقدر ذلك عاليا لكن من هبط إلى مستوى الشتم ومستوى التشكيك والتشويه في الأمن الفلسطيني أنا أقول لك أجندته مش أجندة فلسطينية أجندته أجندة بدولة ثانية وأجندته نفس أجندة الاحتلال الذي لا يتوانى أيضا في أن يرسم صورة في مخيم جنين عبر القناة الثانية بأن هناك حرب ومعركة دائرة بين قوات الأمن الفلسطيني ومسلحين فلسطينيين ما نخبروصنا كما نحن لدينا شفافية في أن نقدم أخطاءنا ونقول هذه أخطاء ونحاسب عليها أيضا لدينا الشجاعة والجرأة الكافية لأن نقول لرزعماء ورؤساء الأحزاب الفلسطينية أخرجوا عن صمتكم دافعوا عن عماد المقدم الحج عماد قاسم الذي هو أحد أبطال معركة جنين لم نسمع أحد منهم تكلم بكلمة هو الآن بين الحياة والموت في المستشفى أطلقت عليه النار في رأسه لم نسمع أحدا منهم ليقول هؤلاء إخوانكم وما بصير إطلاق النار عليهم هذا الموضوع نحن في قوات الأمن الفلسطينية نلن نتخلى عن واجباتنا في حماية بلدنا ولا في حماية وطننا ولا في تنفيذ تعليمات المستوى السياسي نحن ليس جهة بديلة بالمستوى السياسي ولا جهة رايحين باتجاه الكلاب لكن على الإخوة التنظيميين وأصحاب قادة الأحزاب ومسؤولي التنظيمات أعضاء مكاتب سياسي وأعضاء الجانب المركزية وأعضاء كل عليهم أن يعرفوا أن تشويه وإهارة الأمن الفلسطيني سينهرهم أول ناس سينهر وتجربة غزة هم يدركوها جيدا ما حدا يشتغل لنا انتخابات على حساب الأمن ما حدا يعمل دعاية انتخابية على حساب الأمن لماذا تعتبر أنه يعني نضع هذه المسألة في إطار مثلا التخوين للمؤسسة الأمنية لماذا نضعها في إطار أن حادث وقع متابعة بهذا الحادث وتصحيح في الخطأ يا ست لما يقعدوا قادة حماس على التلفزيونات وقولوا هاي خيانة ولا الناس بتسمعش وهذه جزء من التنسيق الأمني لإعتداء على الطفل هذا وهذه جزء من كذا وجزء من كذا ولا نجد مسؤول حزب فلسطيني يقول لا يا إخوان هذول قواتنا أخطأ فيهم واحد اثنين سيحاسب الذين أخطأوا وهم يستطيعوا أن يضعوها على طاولة القيادة أيضا لمراجعة الأمن الفلسطين ما هي تعليمات عادة سيد عدنان التي تعطى للأجهزة والعناصر الأمنية في مثل هذه الأحوال في المظاهرات ما هي تعليمات التي تعطى وتم خرقها في حادث بيت لحم يعني هناك مدونة سلوك صادر عن وزارة الداخلية وساهم في إنتاجها منظمات حقوق الإنسان زائد وزارة الداخلية وهي مدونة السلوك لرجل الأمن السلوك في إطلاق النار السلوك في الدفاع عن النافس كل ما يتعلق في هذا السلوك الإخوة الذين ضربوا الولاد لا هم تجاوزوا التعليمات في مدونة السلوك للضباط والأفراد في الأمن الفلسطين واضحة قضية مدام تجاوزوا القانون وتجاوزوا إحنا موقعين على كل الدولة الفلسطينية سيد الرئيس القائد الأعلى لقوة الأمن الفلسطينية وقع على كل المواثيق الدولية التي تحترم حقوق الإنسان لا يجوز لأحد أن ينتهيك ومن ينتهيك سيحسب في إطار القانون لكن مش في إطار الردح الإعلامي وما في حدا بتعاقب على جريمة مرتين يعني حتى المجرم ما بتعاقب على جريمة مرتين الآن مش في إطار الردح الإعلامي ولا في إطار التخوين ولا في إطار التعميم لما حدث ولا في إطار إخراج مظاهرات ضد الأمن الفلسطيني والتحريض على إخراج الناس ضد الأمن الفلسطيني من على فضائيات حماس وفضائيات نير حماس أنا أقول لك بوضوح هذا الأمن الفلسطيني هو صمام الأمان لعدم وجود حالة فوضى فلسطينية لعدم وجود انقلاب لعدم وجود خوات وأتوات لعدم وجود مخدرات لعدم وجود حرب أهلية أكيد وهو الضامن هو الضامن هو الضامن لهذا ولكن لا نبقى في سياق هذه القضية لواء عدنان وهنا أنقل لك أيضا الأحاديث التي يتم الحديث فيها بالشرع الفلسطيني يعني لماذا تتدخل الأجهزة الأمنية في المظاهرات وخاصة أصلا هذه المظاهرات أجد حماية للأقصى والقدس واحتقان في الشارع الفلسطيني فلماذا يكون هناك أجهزة أمنية تتدخل وتقمع المواطنين وتمنعهم من أن يكونوا في الميدان؟ حسنا بدنا نميز كلمة تقمع أنا أتحفظ عليها بناء على ما حصل من هذا المسهد حصل مشهد في عمل فردي يحاسب عليه ونشرت أسماء من عوقبه لا يجوز التعميم من يقوم بالتعميم يساهم في تشويه صورة المؤسسة الأمنية مقدمة لضرب كل الحالة الفلسطينية أنا باعتقادي أن المؤسسة الأمنية تنفذ قرار سياسي ولا تصنع قرار سياسي منع الأطفال ومنع الشباب الصغار من الوصول إلى مراكز الاحتكاك في منطقة ألف هو قرار سياسي تنفذ قوات الأمن الفلسطينية اللي بده يعتب يتفضل يعتب على لجنة تنفيذية هي صعبة القرار مشحنا طب ما هي القوانين التي تعطى لقوات الأمن؟ واضح تماما أننا نحن نمنع وحماس تمنع في غزة قادة تمنعهم بالوصول لا 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 بتجري مقارنة محدش بيحكي عن منع عن منع ميليشيات حماس الناس لا يصلوا للحدود والشيك على الحدود للتظاهر السلمي ما حنا بحكي عن هذا الموضوع بسمعي تحلى حكا؟ رغم تردوا وضربوا واعتدي عليهم وقتل منهم الناس والتاريخ موجود والملف موجود الآن حماس تقول باختصار احنا بدنا نحافظ على أرواح الناس طب ما حنا بقول لكم احنا بدنا نحافظ على أرواح شباب صغار يصلوا إلى حاجز احتلالي والحاجز الاحتلالي لديه تعليمات بالقتل لأطفالنا وكل يوم في عمليات قتل وقرار القتل هو قرار سياسي في اسرائيل قرار تتخذ الحكومة الإسرائيلية بالقتل لأطفالنا الصغار وكلهم اتفضلوا اتظاهروا شعبياً يختهوا يعني المظاهرات الأخيرة التضامن مع الأقصى شفنا حدا في غزة طلع على إيريس طلعوا ما بطلعوش على إيريس طلعوا نجوها البلد وهم عندهم صواريخ وانا ما نجو صواريخ مش معقول هناك استهداف واضح لصورة الأمن الفلسطيني في استهداف هذا الاستهداف يجر إلى التعميم حتى ونحن نستنكر يخرج علينا المسمى أسامة حمدان ليقول لنا لا ما خرجت فيه قوات الأمن الفلسطيني من تصريحات هي فقط للتعمية وإلى آخره وللأسف الشديد هناك من هم بين ظهرانين يقول ذلك طيب الآن التحقيق مازال جاري في هذه التحقيقات التحقيق في المحكمة العسكرية الآن في أمام المحكمة هناك استكمال لهذه التحقيقات نريد الرواية الرسمية من قبلكم الرواية الرسمية حول هذا الموضوع بالتحديد يا سيدتي هذا الموضوع اتخذ فيه إجراءات داخلية هي من صلاحيات القائد لقوات الأمن واتخذها السيد لواء نضال أبدو خان وأنشرها وأعلنها الآن الموضوع برمته موجود أمام القضاء العسكري أدباً وقانوناً وأخلاقاً لا يجوز الحديث في قضية معروضة أمام القضاء ولا يجوز الضغط على ضمير القاضي لكي يحكم في هذا الاتجاه أو ذلك القضاء نحن نثق به ونترك هذا الموضوع مدام موجود أمام القضاء الآن وليس بيد لجنة اللجنة التي أوصت بالعقوبة اتخذت الإجراءات بالعقوبة الداخلية الآن الموضوع الموجود أمام القضاء العسكري هو موضوع قضائي سيحاسب عليه من ارتكب خطأاً أو من ارتكب جريحة طبعاً هذه المحاسبة قدام الناس بسجن ثلاثة شهر وباستيداع إحالتهم للاستيداع وبسجن ثلاثة شهور وبعد الناس يعني بتحكي عن عقوبات لا والآن طبش يعني رح يتعلق مشانق يعني مثلاً الحمد لله ما فيش عنا حدث الضحايا أو قتل أو موت الآن وفق القانون بتأكيد فغفق القانون سيكون محاسبة هذا ما نقول فيه إما أن نثق بالقانون ونثق في بعضنا البعض أنا قلت لك الإخوة وضباط عنا بجروح كانوا يقول لك هؤلاء إخواننا أخطأ هو يجب أن يحاسب إخواننا أخطأ هو يجب أن يحاسب وأنا كنت مع ذلك وقلت على التلفزيونات كلها وبالإعلام كنت هذا خطأ وستتم محاسبة والمحاسبة القادمة الآن أنا لا أتحدث عن هذا أنا أتحدث عن من متعمدين مع سبق الإصرار والترصد يحاول تشويه سورة الأمن الفلسطيني وتخوينه وتكفيره وهو شيطانته للأسف الشديد هؤلاء لا يعرفوا بأنهم أكثر ناس سيمسوا في حالة الفلتان وفي حالة الفوضى وأن لن يكونوا في مأمن من الفالتين والفوضويين ولن يكونوا في مأمن على ممتلكاتهم وأرواحهم وأعراضهم شعب الفلسطيني مجرب مجرب منه تعميم على الأمن الفلسطيني بتشويه سورته وضرب معنوياته لا تجوز من أي وطن حتى لو خالف الكيادة السياسية الرأي يجب أن يحيّد الأمن من التجاذبات السياسية يجب أن يحيّد الأمن من الاختلافات السياسية الأمن ليس جهة سياسية الأمن جهة أمنية تعمل وفق القانون لا تصنع سياسة ولا تشرع قانونا تنفذ سياسة وتنفذ قانونا اللي إله انتقاد يروح على الكيادة السياسية ينتقد في الكيادة السياسية الأمن عندما يصبح هو صاحب القرار السياسي لا يكون هناك استقرار سياسي طيب يعني يضاف إلى ذلك يعني أنت إعلامي أيضا وتتابع رأي الشرع الفلسطيني في هذه الحادثة وكان مطلوب أنه يكون في إعلان لهذه العقوبات لأنه هناك يحتاج المواطن حتى إلى خطاب أيضا يقنعه يحتاج المواطن إلى إعادة الثقة إن تزعزعت بالأمن المواطني وهو الأمن بشكل عام وهو مطلوب أليس كذلك الأمن والضباط القانونيين والذين ينفذ القانون هم لا يعملوا لإرضاء الرأي العام يعملوا لإنفاذ القانون العمل في إرضاء الرأي العام والتعاون معه هو في اتجاه آخر داخل قوى الأمن في العلاقات الطيبة مع المواطن من تجنيد الجنود لخدمة المواطنين في مواسم قطف الزيتون اللي جاي علينا المؤسام في كل أعماله في ترميم بيوتهم كما يفعل الأمن الوطني إحنا إسماعيلنا سنوات بنعمل مع المواطنين على تقريب المواطن من رجل الأمن كأخوة الآن ما حصل هو جرح هذه الثقة وما حصل من عمل فردي في بيت لحم وليس عمل يشكل توجها أو يشكل سياسة للأمن الفلسطيني لست مع أن الأمن يصير يشتغل كمان انتخاباته رائعان يعني بدنا الشعب والله ينتخبنا إحنا بننزلش انتخابات في الأمن فالسياسيين هم اللي بروح على الانتخابات إحنا ما بنشتغلش دعاية بنشتغل قانون مدام بنشتغل قانون من يخالف القانون سيطبق عليه القانون سواء كان مدنيا أو سواء كان عسكريا لا يوجد حصانة لا لعسكري ولا لمدني عندما يخترق القانون هذه القاعدة الأساسية التي تبني مجتمعها والتي تبني عدالة أما قاعدة أنه ما هو يعني هذا الجانب طلعوا الناس وقالوا طب ليقولوا الناس أراءهم وهذه حرية مسموحة لكن ليس بالضرورة أن أخالف القانون من أجل أن أرضي الناس يعني أنت تتحدث في نفس الوقت تقول أنه يجب إنفاذ القانون هذا خطأ وهذا عمل فردي وبالمقابل لديك أيضا تحفظات على القرارات التي اتخذت لا 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 أنا أنا لا أقول لديك أحفظ على القرارات أنا أقول لأول مرة في تاريخ الجيوش والأمن تنشر أسماء أنا أقول لأول مرة وأنا بعرف الدافع الإنساني والأخلاقي والوطني الذي جعل قيادة الأمن الوطني وفي مقدمتهم الأخ نضال أن ينشر الأسماء وهو لزيادة الثقة والاحترام مع المواطن أعرف الهدف من ذلك ونحن نتناقش في ذلك لكن أنا أقول أنه في الوقت الذي لا نقبل فيه الاعتداء على المواطن يجب أن لا نقبل الاعتداء على رجل الأمن ويجب أن ترفع أصواتنا كما رفع صوتنا في الاعتداء على مواطن يجب أن يرفع صوتنا بنفس الأسلوب عندما يعتدى على رجل أمن وليس رجل أمن عادي رجل أمن بطل من أبطال معركة جنين في الهدفين واثنين بطرت إيده في المعركة والآن يعيش في المستشفى ما شفنا هالأصوات طلعت لتقول أنه هذا الرجل الذين قاموا بإطلاق النار عليه كذا وكذا وكذا لا إحنا كمان منفذين للقانون في موضوع الحريات وحريات تعبير وكل هذا ونحترم ذلك لأنه جزء من القانون ليس لأنه إحنا بدنا يعيش ولأنه إحنا بنا عدمين ومواطنين وولادنا عايشين في المجتمع كمان إلنا أسرنا وقاربنا وأهلنا وأخواتنا وإخوتنا كمان في المجتمع هم كمان جزء من هذه الحرية أنا أعتقد بأنه ما يؤلمني وما يؤلم كل ضابط وكل عسكري نعم هو أن يتم التعميم عندما يقع خطأا من أحد الجنود ولا تزروا وازرة الوزراء أخرى أنا أقول لهم وبطمن كل شعبنا قيادة الأمن الفلسطيني هي قيادة وطنية ملتزمة بالقوانين الفلسطينية أولا ولكنها ملتزمة أيضا في الوطن وفي تنفيذ سياسات القائد الأعلى لقوات الأمن الفلسطينية وفي تنفيذ قرارات المستوى السياسي التي تنشأ لا يحملوا الأمن أكثر مما يطيق الأمن لا تدفعوه ولا تحشروه في زاوية السياسيين والمناكفة السياسية لا يجوز لأحد أنه بده ينشر لازم يصير يحكي على الأمن الفلسطيني هذا لا يجوز هذول إخوانكم هذول صمام أمانكم هذول لهم رمزية في وطنكم في الشعب في الدنيا لا يحترم جيشه ولا يحترم قواته هذا المنطق اللي أنا بحك فيه أن لا يعمل بعد ذلك وضمان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث واتفقنا إنها حوادث فردية هل يكرر؟ ما هي الإجراءات الآن؟ هناك مدونة سلوك وقانون يتم العمل على أساسه من قبل الأجهزة الأمنية هل سيكون هناك إجراءات أخرى سيتم العمل بها في هذه المرحلة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث أو لتلافيها؟ يا سيدتي نحن في التوجيه السياسي والوطني يوميا لدينا محاضرات وندوات ولقاءات مع القوات مع الجنود في مسألة التوعية وفي مسألة القانون وفي مسألة التدريب وفي مسألة التأهيل وفي كل المستويات والتعليمات التي تصدر من القيادة السياسية واضحة والتعليمات التي تصدر من القيادة الأمنية للجنود والضباط واضحة من يخترقها من قوات الأمن سيحاسب وأنا أقول لك هو بالدول الثانية أمة ديمقراطية للبعض بيعتبرها نموذج ديمقراطي يعني هي بصرش عندها أنه جنود أو رجال شرطة أو رجال أمن يخترقوا القانون ويتحاسبوا؟ بصير ولا بصير؟ كل يوم بصير المهم أن لا نشرعن الأخطاء أن لا نشرعن التعدي على القانون وأن لا نتبطب كما يتبطب غيرنا في قضية التعدي على القانون هم ليسوا ندا لنا لنقارن هذا صحيح لكننا لابد من الإشارة ليس لما يمارسون ولكن لأن يرفع الصوت عندما يتم الاعتداء على نساء خارجات سلميا في غزة بالعروات عندما يتم الاعتداء على من يخرج لقضية انقطاع الكهرباء في غزة ومحاولة تحويلها بطريقة فجة مكشوفة وكأنها مظاهرات ضد الكيادة الفلسطينية وضد السيد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن لا يجوز أن نتعامل مع قواتنا إلا برمزية واحترام في الوقت الذي لا نقبل من قواتنا إلا كل انضباط والتزام وهذا ولما يخطئ المخطئ يحاسب المخطئ ولا يجوز تعميم صورة المخطئ على من هم منضبطين وملتزمين وعلى من يصعر الليالي حفاظا على أرواح أولادنا وحفاظا على صحة أولادنا وأنا بعرف المثل الإنجليزي اللي بقول يعني الخطأ من تساش الخطأ من تساش بس الأعمال الجيدة يعني تشألها ذاكرة من حيث تحدث مع الأعمال الجيدة وهنا نريد أن نعرض تقريرا أعده إبراهيم أبو كبر حول عمل الأجهزة الأمنية والصورة المشرقة للأجهزة الأمنية نتابع في هذا التقرير توعتبر الأجهزة الأمنية الفلسطينية امتدادا طبيعيا للثورة الفلسطينية المعاصرة فقد خاضت أبرز المعارك في تاريخ الشعب الفلسطيني بدءا من معركة الكرامة وانتهاءا بمعركة مخيم جنين خلال الانتفاضة الثانية التي قادها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية تتكون أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية الأمنية من ثلاثة أجهزة رئيسية وهي قوات الأمن الوطني المخاورات العامة والأمن الداخلي تتولى قوات الأمن الوطني المهام التالية حفظ الأمن العام في داخل الوطن ومساعدة الأجهزة الشرطية في تنفيذ مهامها عندما تكون غير قادرة على دبط الأمن والسيطرة على كافة مداخل ومخارج المدن المحافظة على حدود الدولة توفير الحماية لكافة المعابر البرية والبحرية والجوية من أبرز مهام المخابرات تعتبر المخابرات الجهة المخولة رسميا بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين تمارس المخابرات مهاما أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية في دولة فلسطين لاستكمال الإجراءات والنشاطات التي بدأت فيها خارج الحدود الكشف عن الأخطار الخارجية التي من شانها المساس بالأمن القومي الفلسطيني في مجالات التجسس والتآمر والتخريب أو أي أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وأمنه واستقلاله ومقراته متابعة من يقوم بالتخريب المتعمد أو إطلاف الممتلكات العامة أو الخاصة في الوطن متابعة من يقوم بتصنيع حيازة أسلحة ومتفجرات أو مواد ضر بقصد القيام بأعمال تخريب داخل الوطن متابعة كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أي أن كانت دوافعه أو أغراضه بقصد القيام بعمل إجرامي فردي أو جماعي لإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر من أبرز مهام وماجبات الشرطة الفلسطينية حفظ الأمن الداخلي داخل الوطن ومكافحة الجريمة داخل الوطن مكافحة المخدرات وتوفير الأمن لكافة المنشآت الحكومية إضافة إلى توفير الحماية لكافة المواطنين وممتلكاتهم من كافة النواحي أما جهاز الأمن الوقائي من مهامه الكشف المسبق عن مصادر الجريمة قبل حدوثها سواء كانت أمنية أو جنائية أو سياسية والمساعدة في تنفيذ واحترام القانون توفير المعلومات عن كافة نشاطات المؤسسة والعمل على حماية الأمن الداخلي الفلسطيني ومتابعة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للسلطة الوطنية أو الواقع عليه والعمل على منع وقوعها نتابع مشاهدينا وإياكم في حال السياسة وما تبقى لنا من وقت نناقشه مع لواء عدنان الضميري سيد عدنان أيضا أريد أن أشير إلى ما حدث في مخيم جنين في الأوينة الأخيرة وهناك لغط أيضا في الصورة التي تم نشرها نريد منكم توضيح لهذه الأحداث التي حصلت مؤخرا في المخيم وما الرواية الرسمية هنا التي يمكن الحديث عنها يعني بالرغم من أنه تحدثنا في حينه عن هذا الموضوع الموضوع لم يكن لقوات الأمن الفلسطينية في ما حدث في مخيم جنين أي اشتراك أو أي وليس جزءا من المشكلة يجاءت تحل مشكلة وتم الاعتداء على هواية تحاول حل مشكلة المشكلة تمثلت في أن القوى الوطنية والإسلامية اتفقت على عمل مهرجان في مخيم جنين حصل في هذا المهرجان إشكال لأسباب مختلفة وهم يعرفون مين بدو كلمة ومين بدوش كلمة ومين بدوش كلمة وأنسحبت حركة فتح انسحبت بعض القوى من المؤتمر حصل هناك لغط صار في إطلاق نار في الهواء أطفئ النور والكهرباء نتاج إصابة أسلاك الكهرباء بالرصاص الذي أطلقه في الهواء وصارت دنيا عدم جاءت قوات الأمن تفاجأت بأنه يطلق عليها النار أطلق النار وصيب المقدم الحج عماد قاسم وكما قلت هو بطل من أبطال 2002 في مخيم جنين في المعركة البطولية التي خاطع أهلنا في مخيم جنين وأبطالنا في مخيم جنين من أبو جندل إلى العامر إلى كل هؤلاء الأبطال وأصيب إصابة لازال في مرحلة حرجة نتمنى له كلنا وأطلب من الجميع أن يدعو له بالشفاء الآن اتخذت إجراءات على الأرض أيضا باعتقال وبملاحقة من قاموا بإطلاق النار وأيضا في إطار القانون سيقدموا إلى محايا هل هذا يشير أن ظاهرة السلاح موجودة في المخيمات بشكل عام؟ موجودة ليس فقط بالمخيمات أجهزة الأمنية وتمثل ظاهرة لا تمثل ظاهرة كبيرة ولكنها ليست موجودة في المخيمات وحدها موجودة في أكثر من مكان وهذا السلاح السلطة الفلسطينية تمنع أن يظهر وتمنع أن يستعمل في الأفراح والمناسبات والجنزات وإلى آخره لأن في ذلك تهديد لحياة المواطنين وسبق أن تم إعلان رسميا من وزارة الداخلية ومن الشرطة ومن كل المؤسسة الأمنية الفلسطينية بأنها ستقوم بملاحقة ومحاسبة من يستعمل السلاح في البلد والذي يشكل خطرا على المواطنين وخطرا على المتلكات هذا الموضوع هو موضوع في الأردن في مصر في أمريكا في ناس عندها سلاح وخارج القانون يلاحقوا في أي دولة في الدنيا في ناس عندها سلاح تعمل سلاح خارج القانون الآن الحكومة الأردنية وجلات الملك في الأردن كمان أعلن بشكل رسمي أنه إطلاق النار في الأفراح سيحاسب عليه القانون وسيمنع وإجراءات اتخذت في كل دول العالم وبين المواطنين وإحنا شعبنا الفلسطيني يدفع ضحايا كثيرا في هذا الاستهتار بحياة المواطنين في استعمال السلاح في المناسبة والموضوع الآخر بأنه هناك من يعتقد أن الموضوع وكأنه مخيم جنين أو مخيم بلاطة لا أنا أقول لك مخيم جنين ومخيم بلاطة هذن مخيمات شهداء وأبطال ومخيمات قدمة كل ما أمو بلقى أيضا ما يقال يعني لما يتم الحديث عن أنه الأجهزة الأمنية تريد أن تضبط الأمن وتمنع السلاح الغير شرعي وتقوم بواجبها كما يجب هناك تساؤلات أيضا تطرح عندما يتعرض المواطنون إلى الهجمات من قبل المستوطنين تحديدا وخاصة في المرحلة الأخيرة لماذا لا يكون تدخل من قوات الأمن مع الاعتبارات التي نعلمها جميعا ولكن هذا التساؤل يثار دائما ويتم الحديث عنه قل لك بوضوح رغم أنه كلامي رح يكون قاسي قرار الحرب والسلم والمواجهة هو قرار سياسي وليس قرار أمن ومن يقرر أن قوات الأمن لديها الإمكانات الكافية لهذه المواجهة أيضا أنا بقول لك الاحتلال بقول ما هو بحرج وبسود الصورة وبساهم بتسويد الصورة يوميا في قضية أن يشكل كذا وكذا وكذا إحراجا وكأننا إحنا يعني الجيش الصيني إحنا مش الجيش الصيني إحنا بواريد محدودة إمكانيات محدودة بوسائلنا المحدودة ندافع عن استقرار بلدنا وأنا بدعو كل واحد بحكي عن موضوع ليش ما بتتواجهه وليش ما بتعمله هو يعرف في قرارة نفسه وفي قرارة نفس كل واحد أن العمل الأمني والعمل السياسي ليس عملا انتقاميا ورداد فعل انتقاميا العمل هو عمل ممنهج لماذا أو ماذا سيحقق للمواطن هذا الموضوع ماذا سيحقق للسياسة لهدف الاستقلال لهدف السياسة لهدف كذا ولهدف كذا أعتقد بأن هناك يعني خطأ بالعنوان عندما يوجه السؤال للأمن أنه لماذا لا يتم كذا ليوجه للمستوى للقيادة الأحزاب وقيادة كذا لماذا لما تجلسوا في اجتماع في اجتماعات القيادة لماذا لا يطرح مثلا انكم تقولوا وله عندنا قرار في المواجهة في المناطف كذا وكذا وكذا أنا أقول لك احنا نجربين أريد أيضا أن أشير إلى ما يتعلق بمنع زيارة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد لله وتوجهه بالأحرى إلى مدينة القدس من قبل قوة الاحتلال ما المدلولات التي تحملها عملية المنع هذا بحق جهة رسمية فلسطينية تتوجه إلى مدينة القدس لأنه بداية الدكتور الأخرامي دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية أنا بدي أوجه له تحية من هنا على أنه في اللحظة الأولى التي حصل فيها الموضوع بيت لحم هو قام باتصالات معنا وهو صاحب فكرة تشكيل لجنة تحقيق فورا واتخاذ الإجراءات الواجبة وفي زيارته التي يحاول أن يقوم فيها هو وقات الأمن إلى المسجد الأقصى المبارك كانت في تعليمات واضحة من السيد الرئيس بالاطلاع على الوضع في المسجد الأقصى من جهة ومحاولة تصحيح وترميم ما تم تدميره في المسجد الأقصى المبارك واللقاء مع كل الفعاليات التي تناضل وتقاوم من أجل المسجد الأقصى اللي فاين مناسبة لكل أهلنا في القدس كل التحية هم الوحيدين يقفوا لي وعتهم في المواجهة ولم تجبني على المدلولات المدلولات واضح تماما أن الكيادة في حكومة الاحتلال اليمينية الفاشية لا تريد لنا الخير ولا للأقصى الخير وهي تتعامل مع القائد الفلسطيني ومع رئيس الوزراء الفلسطيني كما تتعامل مع المواطن وترسل رسالة للمواطن الفلسطيني لأن قيادتكم هاي بنرجع عن الحواجز ما فيش عندكم قيادة وإحنا الملجأ لكم في الختم أشفرك لواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية على هذا النقاش ولكم مشاهدين أينما كنتم مني أنا ضحى الشامي ومن فريق العمل أطيب المنى وشكرا على طيب المتابعة ألقاكم غدا في حلقة جديدة من حال السياسة فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة